أعتقد أنه حضرتك يمكن حتتفق معايا في هذا أنه تلفزيون مصري فعلاً كان يملك ثروة ثقافية كبيرة وما يزال طيب حضرتك برضو يعني في ندوة أخيرة في المجلس الأعلى الثقافة قلت كلمة الحقيقة لفتت نظري قلت أنه ما هو قادم في مجال المنظومة الثقافية والمنتج الثقافي بيختلف عما سبق ما هو قادم؟ كيف ترى؟ كان في سياق إحدى الندوات المتعلقة بتأثير تكنولوجيا المعلومات الرقمية على النشاط الثقافي وعلى المشهد الثقافي بصفة عامة وكان ذلك يعني تالياً بعدة أسابيع يمكن لما تم الإعلان عنه من يمكن وافد جديد أطلق عليه الميتافيرس هذا الميتافيرس بالاختصار شديد هو بيئة افتراضية جديدة تم الإعلان عنها من قبل مارك اللي هو مؤسس الفيسبوك ويمكن حالك تفتكري من حوالي ستة شهور توقفت وسائل التواصل الاجتماعي تماما لمدة ست ساعات وبعض الأراء بترى أنه ده كان اختبار للعالم كيف يمكن أن يتعامل مع الحياة دون وصائد والحقيقة أن التجربة أثبتت لقطاعات عريضة من الناس أنه من الصعب جداً للأسف أن تتعامل الآن دون وجود هذه التطبيقات الافتراضية مشكلة الميتافيرس هذا الوافد الجديد لو ترجمنا الكلمة نقول إيه؟ الميتافيرس هو متى يعني شيء ضخم أو كبير والفيرس اللي هو يعني جاي من اليونيفيرس يونيفيرس اللي هو الكون الميتافيرس اللي هو الفضاء الواسع الكبير مشكلة الميتافيرس أنه حيكون فيه ما يسمى بالأفاتر أو القارين للإنسان هو اللي حيكون بيمثله في هذا الفضاء الافتراضي هذا القارين سيزود وده الشيء الجديد الحقيقة ببعض السمات الشخصية للأصيل اللي هو الشخص اللي هو قارين ليه من خلال الارتفيشل انتليجنس أو الزكاء الصناعي وهنا الخطورة أن هذا القارين سيتحول بمرور الوقت إلى ما يمكن أن يعتبره بديل عن الشخص يحضر عنه اجتماعات يأخذ قرارات ثم يعلمه بها أو لا يعلمه الحقيقة كان فيه تساؤلات كثيرة جدا عن تداعيات ما يمكن أن يأتي به هذا الوافد الجديد والحقيقة إحنا في المجلس الأعلى للثقافة شكلنا لجنة من تسع لجان متخصصة لأنه الحقيقة ما يمكن أن يقدمه ويؤثر به هذا الميتافيرس على الأجيال الجديدة خصيصا ويكفي أن أنا أدي حقيقة مثال حتى في تصور لإعادة كتابة التاريخ نحن محصنون حضرتك وأنا والزملاء هنا خلاص عارف في حقائق ثابتة وراسخة في الأذهان لكن بالنسبة لطفل خمسة أو ست سنوات عندما يقدم أو يعرض عليه فيلم ودعنا نناقش معا يا ترى من بنى الأهرامات كان الحديث عن هذا الموضوع ويقينا أن المنتج الثقافي سيكون له آلية وأشكال جديدة يقدم بها من خلال هذا الميتافيرس وبالمناسبة ما نتحدث عنه هو حاصل الآن وهو حقيقة واقعة وأنه كم الاستثمارات التي تم وضعها في مجال العقارات مثلا في الميتافيرس خلال شهر واحد في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت ميم مليون دولار من حوالي خمسة أشهر يعني فيه ناس بتشتري بعض العقارات والأراضي في البيتافيرس أنا الحقيقة عبرت عن ده بالعامية بلغتنا يعني قلت أن هناك من يشتري اللاشيء في اللاشيء لكن هذا الحقيقة في بعض الأحيان ما يصل إلى درجة الابساشن أو التملك الفكرة تتملك من الشخص لدرجة أن هي تصبح مسيطرة عليه إلى درجة كبيرة جدا بحيث أنه يفقد التوازن وحضرتك الأجيال الجديدة اللي من خلال كاميرا ودلوقتي الموضوع تحول إلى عدسات كمان مش بقى كاميرا تتليب لا أو خوزة لا ده لنس حضرتك حينتقل عشان المسألة تبين مجسمة يعني كاميرا وكانت العلب الحقيقي هو فكرة المتاب الخوزة أو النضارة أنه ده ينقلك إلى الواقع الافتراضي تسهيلاً بقى للأمور دلوقتي وبالتقدم التكنولوجيا الموضوع أصبح فقط لنس يعني عدسات من الإنسان منها بدل ما نحرك دلوقتي بنتكلم ونحن نقوم في مسبيرو ممكن نكون قاعدين في باريس أو ممكن نحضر مؤتمر في جينيف أو في مكان آخر الموضوع الحقيقي ليه يعني تدعيات هو الحقيقي سعب بتصوره إلى حد كبير لكن حييجي ولكن للأسف هو واقع ولأنه حييجي إحنا الحقيقي لم نرد أن يكون الأمر كما حدث مع شبكات التواصل الاجتماعي اللي أنا مؤمن تماما أنه نحن اتأخرنا كثيرا في التعامل مع شبكات التواصل حتى أصبحنا ردة فعل الحقيقة نحن لا نريد أن نصبح ردة فعل مرة أخرى للميتافيرس نحن نريد أن نكون فعل نريد أن نكون حاضرون ومستعدون نحن لا نقول بالمنع أو لا يعني لأنه يقين ممكن استفادة من بعض التطبيقات لكن لابد الحقيقة أن نحن لا ننتظر مرة أخرى حتى تتكرر نفسه يعني هو تقدم علمي سيأتي أردنا أو لم نريد ده صحيح وعلينا أن نكون مستعدين صحيح شكل الإعلامي حيتغير شكل تقديم نشرة الأخبار حيتغير شكل المنتج الثقافي حيتغير حاجات كتير يعني حتى نسهل المسألة شوية كيف ستتغير مثلا نشرة الأخبار هو حديث دلوقتي مفهوم الأخبار أصلا كله تغير بوجود أنه كل إنسان الآن كل شخص بيصير في الشارع أصبح مراسل ده حاصل فعلا بالموبايل هو حدريك وحديك عارفة أنه الوكالات والشبكات الإخبارية بتدفع ألافهم بل في بعض الأحيان مليئين دورات إذا كان هناك مقطع فيديو لأشخاص عديين وليسوا بعالمين صحيح الموضوع بقى هيكون أكبر في الفضاء الإفتراضي لأنه حيكون عندنا أيضا مجالات وعوالم افتراضية أخرى أنا عايزة أدي حديث مثال بسيط بس علشان الناس بتادي نتكلم عن حوادث لأنه الأفاتر ده زي ما أقول حديثك ممكن يرتكب أشياء غير قانونية ماذا سيكون من الملام وكيف سيتم الحساب وقتها هل الأصيل اللي هو إحنا ولا القرين ده موضوع كبير يعني ممكن بس أطمن حضرتك أنه إحنا الموضوع مأخوز بعيدا لاعتبار في المجلس